قبل 24 ساعة من الآن كما تعرفون قبل 30 سنة كان الشادل بن جديد قد استقال أو هكذا قيل لنا بأنه استقال فالحقيقة كان قد أقيل تحت انقلاب عسكري لم يكن لكبرانات فرنسا الذي أقدم عليه تحت قيادة نزار لم تكن لهم الشجاع أن يسموه انقلاب عسكري فراحوا يبحثون على تسمية فكانت تسمية وقف المصار الانتخابي صحيح وقف المصار الانتخابي كان جزء منه لكن في الحقيقة كان انقلابا ثلاثيا فقد كان انقلابا على الانتخابات التي جرت لتويها في 26 ديسمبر 1991 وانقلابا على الرئيس شادي بن جديد الذي كان قبل أقل من أسبوعين قال بأنه ليس مستعد تحت أي ظرف إن كان يغادر المنصب كما شاهدنا أمس في الفيديو وانقلابا على الدستور بحيث أنهم قاموا بتجميد الدستور لو أنهم فقط ألغوا الانتخابات وبقي الرئيس شادي بن جديد رئيسا والدستور قائما لقيلا بأنه وقف المصار الانتخابي لذلك كانوا بعض الناس مرات يدخلوا معنا في جيدان وقلهم شوفوا هذا منطق منطق الأشياء يقول أنهم لم يوقفوا فقط الانتخابات التي فاز بها الفيس وإنما أيضا أطاحوا بالرئيس وبالدستور ولذلك كان انقلابا ثلاثيل أبعد مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عام كانوا يحضرون للمجيء الرسمي لبوظيف الذي سيأتي بعد أربعة أيام في 16 جونفي 1992 ولكنه لن يدوم طويلا فسيختال بعد ذلك بأقل من 6 أشهر في عنابة في 29 جوان 1992 في خضم هذه الأيام كانت تجري تحركات هائلة وكانت قد بدأت الاعتقالات فالحقيقة حتى قبل الإطاحة بالشادل بن جديد كانوا بدأوا يعتقلون في الناس وبدأوا يحضرون في منافي الصحراء والتي أقاموا بعضها في مراكز أين أقدمت فرنسا على تجربها النووية والبيولوجية والكيميائية كثيرين ممن نقلوا للصحراء أصيبوا بالسرطان وكثيرين ماتوا بالسرطان أو بأمراض مشابهة في مثل هذه الأيام كان كابرانات فرنسا يعبثون بالبلاد بعد 30 عام ما زال كابرانات فرنسا وكابرانات الكابرانات أي كابراناتهم يعبثون بالبلاد بعد 30 عام من العبث الهائل بعد 30 عام من المجازر والاختيالات والاختطافات والتعذيب والتشريد بعد 30 عام من تدمير الاقتصاد وتدمير المجتمع وتدمير الثقافة والسياسة والجامعة والمستشفى ما زال العبث مستمر حكم العسكر هذا هو حكم العسكر حكم عبثي خاصة إذا كانوا عسكر متخلفين جدا إذا كانوا عسكر سيئي الأخلاق جدا إذا كانوا عسكر بذئين جدا إلا من رحم ربك طبعا اللي عنده شوية أخلاق اللي هو ولد عائلة اللي هو ما زال فيه شوية خير اللي ما زال فيه حب للوطن يتم إبعاده إما إبعاده نهائيا وأحيانا حتى سجنه أو يتم إبعاده من المناصب الحساسة فالمناصب الحساسة الرئيسية اليوم على استثناءات قليلة جدا هي في أيدي أقدر الجنيرالات وأوسخ الجنيرالات وأخبث الجنيرالات وأتفه الجنيرالات وأسفه الجنيرالات وأبذأ الجنيرالات وبعضهم بخيانة حقيقية مش باللعب مش بالكلام فقط بعد ثلاثين عام لا زالت الجزائر تبكي دما لا زال الشعب يقهر قهرا شديدا وهاهم الآن الأسعار إذ ترتفع البطالة إذ تتوسع الجوع لمس ناس وأعداد هائلة كنت شاهد اليوم في مقطع أريكم لكن أريه لكم قطع لي قلبي أعرفه شفت أمثاله لكن كل ما أنظر مقاطع مثل هذه يتقطع قلبي وأنا متأكد أنه يقطع قلوب من في قلبه رحمة وهو يرى أن هذه البلاد بما حباها الله من غنى وموقع استراتيجي وتاريخ وشعب فإذا بجزء هائل ملايين الناس تعيش حياة مريرة ماديا أما الجزائرين فكلهم يعيشون حياة بائسة بشكل أو بآخر حتى الذين لديهم المال بكل أسف وألم بعد ثلاثين عام هذا هو حالنا هذا هو حال عندما تتولى البلاد مافيا أسكرية عندما غارضت منصب في الخمسة وتسعين تواصل معي بعض الزملاء الذين درسوا معي في الدبلوماسية أو في تخصصات أخرى فقد تخرجنا من مدرسة الوطنية الإدارة تخرج منها القاضي والاقتصادي والإداري والدبلوماسي إلى آخره وبعضهم قالوا لي هل جننت غبلت تترك منصب مثل هذا الناس تتقاتل علي ونت وصلت بدراستك ووصلت باهتمامك ووصلت باجتهاد ثم باجتهاد مني لكن كانوا كلهم يقولوا لي تترك هذا المنصب قلت لهم البلاد راه في كارثة أنا راحين إلى كارثة لكن أنت رك دبلوماسي خاطيك رك بعيد رك في الخارج وحتى لما جيت ولفزارة الخارجية لا كلنا مسؤولين حتى الذي لا علق له بما سيجري حتى الذي لا علق له بالدماء حتى الذي لا علق إن تبقى في الوظيفة فأنت مسؤول لأنك تعرف أن الذين يحكمون بالبلاد ذاهبين بها إلى الجحيم ويزعمون أنها بسبب الإرهاب ومكافحة الإرهاب والحقيقة أنهم بسبب مصالحهم بسبب أموال لا يريدون أن تضيع وسلطان لا يريدون أن ينتهي ونفوذ وشهوات وخمر ونساء ومخدرات يريدون أن تستمر ويستمر الشعب في وضع بائس لذلك كان قراراً برغم كل ما كلفني من عدة نواحي إلا أني قلت لم يأتخذ قرار أسعدني في حياتي وأدعو الله أن يسعدني في آخرتي مثل قرار أن أترك الدبلوماسية وأواجههم مش فقط أترك أواجههم ولم تتوقف المواجهة وهي تستمر منذ أكثر من 26 عام أنا إلا قطرة في بحر الأحرار فالأحرار كثيرين وبالآلاف نساء ورجالا قديماً وحديثاً قبلنا وبعدنا ومعنا ولكن إذ ذكر بهذا فلأن بعض الناس تنظر إلى الدنيا وتنظر إلى أنها مناصب ونفوذ ومال والحقيقة أنها مبادئ وقيم وأخلاق قبل كل شيء قبل كل شيء لأن في النهاية إنك ميت وإنهم ميتون ترجمة نانسي قنقر